اخر حاجة حسام عشور لحد اللحظة اللي انا بكلم فيها حضراتكم دي انا مستغرب انه ازاي النادي الالي مش عادي في وجهة بديل لحسام عشور يعني حسام عشور هذا اللاعب الذي لم ينال اي حظ من التواجد في منتخب مصر هو اهم لعب دلوقتي بالنسبة للنادي الالي ومش لاقي لعيب يعوضه مع كامل تقدير واحترامي لكل حد هيقول اصل النادي الالي عنده في كذا وعنده كذا بس نص الملعب مكمن قوة اي فريق بالنسبالي انا بشوفها كده مكمن قوة اي فريق بالنسبالي خط ادفاعه قبل خط ادفاعه او منتصف ملعبه منتصف ملعب النادي الالي كان مؤمن بشكل كبير جدا طول محسام عشور ما موجود لانه بيدي ارحية كبيرة جدا جدا لخط ظهره وبيدي ارحية كويسة جدا جدا بالنسبة لمجموعة الهجوم او الرجل اللي هو في جنبه اللي بيلعب في منتصف الملعب مكانه على الاهلي اما ان يبحث عن بديل داخل النادي الاهلي من مجموعة اللاعبين فلياكم مثلا لحسب من الناس ما بتشوف وترى انه هذا الدور قد يكون في اكرم توفيق او ان يبحث عن هذا الدور خارج خارج النادي الاهلي كلمة بسيطة وسؤال بسيط الاهلي جاب لعيه اسمه عبدالله الشامي هو فين بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في الحريف هنتكلم في تفاصيل مهمة جدا واول مباريات منتخبنا الوطني الودية واخر التفاصيل اللي تخص استقبلت وخليكم معنا في الحريف